اشتركوا في القناة كلام جميل وجماله في بساطة وانه صادق وانه راكب مع النادي الاهلي مادئيا بكلم على حبيبي قلبي البشمهندس عدل القاعي حبيبي الاهلوية كلهم واللي دايما بندله بالفضل يعني بالصفاقات العظيمة والنهاردة هو لست إبراهيم كمان وقفين يعني عاملين كاتب الدفاع عظيمة عن النادي الاهلي علامية فكان نفسي بس اقول لكم الكلام دا من زمان هو كان نفسه من زمان يمضيك والله والله يا انا ربيض بس انا اتعلمت يا استاذ إبراهيم حب الاهلي اه في البيت عند ابويا برغم ان ابويا كان زمال كوي اه بس كان من اقرب اصحاب ابويا كان استاذ فراحة استعداني والاستاذ اه سعيد سيدهم اه الف رحمة وانور عليه طبعا طبعا الناس دي يعني كان من كتر ما بيتكلمه على الكابتن صالح وعلى كواليس الاهلي وعلى حبهم للاهلي انا حبيت الاهلي من خلالهم صراحة يعني طبعا بيت زمن معجيلي بقى ظهور الكابتن محمود الخطيب ده اللي واحده يعني كان تافي لاطفال كتير في الوقت ده بانه هم يقعوا في حب النادي الاهلي عند عندك في الزمال الكابتن حماد امام من الناس اللي عملوا بميارات كبيرة انا مشوك كابتن محمود الخطيب برضو من الناس اللي عملو انا في جيلي حبيت الاهلي فيتربة اه هوا الحاجة الثابدة حياتي اللي بحبها يعني انت طول الوقت بيبقى ممكن ابويا موجود صحياتي وبعد كده يمشي اه بروح اقابل الناس يمشوا بقى الاهلي هو زي العيلة الاهلي من صغري وانا بحبه الاهلي انا كنت بياخدني المرحوم المخرج الاستاذ احمد ياسين اه بنطلع على متصوات الاهلي وانا طفل صغير بروح معاه بتفرج على متصوات الاهلي في المدردات وانا طفل ابوها بيبعثني معاه فانت بتكلمني على قصة حب كبيرة جدا جدا اول محشام جمال كلمني طبعا طول انا معاتك تانية والشام اساسا بقى جايبني من خناقات عن نت يعني انا قلب مشجع عبود عمالك خاني عن نت اه 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 اقول لي تعالي اعمل اغنية وقول اللي انت عايزه اه 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 بس يعني اه انا بسلم عليك يا ايمن بسلم عليك وبشكرك جدا 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 وبشكرك ان انت تحملتني وكل شوية رجع اقول له ايمن احنا عايدين كوب ليك امان معرفش ايه فيقول لي حاضر ويكتب حاجة اهم ده قوي فانا احتار فبعدين يجي لي فكرة مش عايدين نعم بريدج بيتقالفي فاكلم اقول له ايمن وعايزين بقى بريدج ايه اه 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 اربع سطور وانبعات له لحنة غريب كده فيقول لي اللحنة حلو وهكتف عليه حاضر وهارجعلك وبتري ازن عليك اه انا انا بقول بجد يعني ان شام جمال انا بص كتير صدق عميات اخوات صغير بس وعرفته كمان من اتناشر سنة كان اصغر باتناشر سنة ومن اول يوم اه اتعرفت عليه كان امير طعيمة عرفني على الشام وانا مسكت في الشام ده بقيت حتى انا برغم ان انا ببطي فرق سن بيننا من شركة بتاعتي لما يبقى عندي مشاكل اكلمه اه يساعدني في حاجاتي يعني حتى الاغنية الاولانية اللي عملناها للنادي الاهلي بتاعت اه حمائي قبل كده شام هو اللي كان مسؤول عنها وتسويقها ديجيتل وشركته وكان هو اللي معايا فيها من قبل حتى اه من اجيال بتسلم بعض من قبل ما يبقى حتى موجود مع الكابتب محمود وموجود في النازي والشام كان اه عنصر قوي جدا في تسويق الاغنية الاولانية دي وفي نجاحها معانا برغم انها مكنتش لحنه بس هشام انا بحبه جدا ومؤمن به جدا واول ما كلمني انا مع شام مغمض لا اقول له بعت لأسمع اللي احنا عمل ازاي ولا اقول له التوزيع عمل ازاي والمطربين يكلموني يقولولي احنا الوقت دا يا ايه اقول لهم انتو معشان جمال تغمضوا عنكم تغمضوا مطمنين فديش هاد انا بقولها بامانة اه حقيقية يعني وربنا يوفقوا يا رب دايما كلنا مع بعض في الحاجات الحلوة مش عارف اقول لك ايه والله دايما بقول لك ما بنتكلم في التليفون ان ان انت عشان هو شاعر فكلامه لا طبعا يعني اسأله سؤاله فاسأله سؤاله سؤاله استكازة كافية ام ردد علي رد كلام هو كلام عادي بس الكلام بجد رخم رخم اقول لك رد اللي هو في الجنفة تتثبت فبجد يا ايمن يعني انا مش هعرف ارد عليك عشان انا مش هعرف حربك في ملعبك او او ابرزك في ملعبك فانا بجد متشكر ومتشكر ان انت الكلام اللي انت تقوله ده كلام كبير جدا جدا انت عارف خمتك ايه وعارف اسم ايمن باجة امر في الصناعة بتاعتنا دي ايه فان انا اسمع منك انت الكلام ده انت عارف ده وقعه علي ان هو حاجة والله العظيم فعلا فرحتني جدا جدا من قلبي يعني فانا اللي متشكر ليكم متشكر ان انت مبسوط ان دي اول حاجة الحمد لله كمان نعملها مع بعد احنا علاقتنا قوية جدا جدا وصحاب انا بقولك اه اتناشا ستانى اه اول اغنية تنزل لنا لان فعلا اول اغنية لينا مع بعض الحمد الله هي الاغنية ده ودايما كنت بيبقى عندي دايما احساس اللقص دايما بكت امر برضو صحيح فانا بشتغل اه كتير مع امير تعيمة بس هو ايمن بكت امر برضو اه يعني فانا عارف اني مسيري في يوم الايام هعمل معا حاجة ولازم تبقى حاجة جامدة اكيد يعني اكيد لا وكنا بقولك ايه هشام ايوة كنا بنقطع في فروة مين الصبح مين فيهم شاعرة وقلنا لها مستقبل وباية من عدل قيعي حصل حصل صبح والله العظيم فعلا وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي الصبح وقال لي بسلم عليها لا هي تقدرها ليكو الامير حاجة جامدة جدا قال كلام قال كلام مهم عليها جدا جدا هو قال لي النهاردة للبنت بتتطور جدا هي عارفة اي انا بحبها ازاي هي عارفة والله قال لي قال لي وده ما اللي لما بتكتب عنها كلمة ولا بتاعبت بتبقى وبتمية ايها يعني لان انا شفت بص بقى بشمعونت انا شفت منها بقى الجانب اللي انت ما شفتوش بقى منها شقيانة وابتدت الطريق بجد لوحدها ابتدت وتعبت وكفحت صحيح كنت بشوفها فعلا في الدياتة فانا ببقى بجد سعيد جدا جدا لما بشوف موهبة جميلة بتجبر قدامي وفعلا هي تباهل يعني الجميل فيك انتا وامير ومنا اهلوياتكم وما فيه كلكم بتحبوا بعض وكلكم بتسندوا بعض ويا رب نشوفها في يوم الام امير مش اهلاوي امير لا ده بيقول انه ايمن 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 اهلاوي مجنون اه بالنسبة له لا 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 برا برا الموضوع ده او عاجي قل لا ده انا هقولك معلومة انا شرح لك حاجة بس ايمن ده اهلاوي من اللي هو ايه بكلمهم في التليفون ايمن اه ايه ده لو سمحت امسح الكومنت ايمن ايمن ما تبطل مش فهمين هو بيعمل يا ع السوشال ميديا يا جماعة هو مش بيتعامل ان هو معروف هو وجل مشجع اهلاوي ما عندوش حسابات يعني هو ما عندوش حسابات منا دي بنت اهلاوية متربية في بيت اهلاوي محترم بنت عدل قيعي اه ده 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 مجنون ده مش اهلاوي عادية ده اهلاوي مجنون فعلا والله العظيم مش كلام تويتر تويتر وفيسبوك يعني اهو محتاج ايه حد يقفلوا المنطقة طب بص بقى تويتيت منا لو كنت اتولادت اهلاوية وبس كنت هعتبر نفسي برضو محظوظة انه في حاجة بتربطني بيه مش احنا اللي مش احنا اللي بنكرمك والله ده انت اللي اكرمتني بوجودك وشغفك ونجاحك وتاريخك واحد وتلاتين سنة عمري انا وانت لسه بتبهرني وبتدحكني وتعلمني وتنور دنيتي والاهم من كل ده بتلهمني فخورة اني شايلة اسمك ومتشكرة انك عرفت تبقى لنا الانسان ده هفضل اقولها طول عمري فيه ناس اهليها قدر وناس اهليها نعمة وانت احلى واغلى نعمة ربنا انا عمعلينا بيها ايه بنتي ده شبت الكلام يا جماعة شبت الكلام الرجل اتأثر يا جماعة مش عادي اللي هيك صراحة صحيح هو البشمان دي ساعد لي الثالث مننا كلنا الكلام الحلو ده اكيد اكيد والله والله انا ربنا مننا كلنا نقول له شكرا على اللي هو قدمه للنبي صحيح دي النعمة بقى طبعا صحيح حضرتك يعني عارف عارف حلوتك ومعزتك عندنا كلنا واكيد بتحس بالحب والله يحاسس وحاسس يعني اجمل حاجة في التكريم ان يجي من تحت الفوق صحيح لك تشوفه في ناس ما تعرفكش ان ناس فرحنالك ان ناس بسيطة اللي يقولك كلمة واللي يقولك انت بجد مش عارف هتبطل مش عارف ايه بجد هتعمل ايه بجد احس ان انا لو انا كنت مهم وانا مش واخد بالي لا لا دا دي رحلة عظيمة رحلة عظيمة يعني عمرنا من انسى بعدين انا اتكرم مع واحد محرم الراغب ده حاجة حلوة والله ربنا ادانا كتير هو فيه هو هو ما شاء الله ما شاء الله فيه كم نادي عندهم كم واحد زي حضرتك وزي وزي والله فعلا شكري جدا انت دخلت علينا عملتلنا مشاعر في الاستوديو ووس سيحت الحلقة يا استاذ ايمن مش معقول او ايه براهيم ولا المخرج ده تعليمات كتا العبقرية اول ما جات سيرت منها يجيب التويتر والله ما انا ده هم اللي شاطرين اه اه ماليش دعوة ايمن انت اسعدتنا جدا بالكلمات الجميلة اللي هتفضل دايما وابدا على لسان كل الاهلوية الحقيقة ربنا خليك يا استاذ ابراهيم وتعالى ايمن تعالى ايمن يعني جات لي فكرة كده ايه دلوقتي برا برا تروح تبص على الجنون اشتغلت اه بص الفكرة دي اللذيزة دي برا برا مفيش حاجة اسمها انك تروح تشتري آلبوم تلاقي مثلا اغنية كزا مكتوب عليها الرايتر بني ادم واحد الرايترز يا واحد يا اتنين يا تلاتة ده اقل حاجة اتنين يا تلاتة يا اربعة يا خمسة لو انت يا ايمن توافق نعمل مرة اغنية بالكونسبت بتاع ان انت تعمل فيرس او كو بلاي ومنا تكتب معاه وتبقى اول مرة اتنين شعرة اهلوية من الاهلوية الجمدين الحقيقين نعود نعود نعمل عليها يعيش الجنن بقى اه نعم عليها تمان على سنة ده نعم الجنن معاق ايه بقى ثانيا بقى عادي انت تجننوا بقى وتعملوا حاجة مشتركة وحاجة ان شاء الله اه انا حقلي حلم قديم كان اه اوكي تكلمني فيه صديقنا اللي كان مسؤول عن مقاوية وقتها المهانس براهيم المعلم كان مفروض ان احنا نختم احتفالنا بالمقاوية باوبرت يحكي تاريخ الاهل اه عادي الجنن بقى وريني ناشا اه ده بقى فعلا نازم يكتبوا نكتبوا فعلا كذا حد كذا حد ونقسموا على الشغل بيننا نكتبوا جربوا بشيات بسيطة كده ولو لقيتوا نفسكوا يلا يلا فكرة والله عظيم جميلة عتولى على رأي اه خشوا في فكرة دي تعال نتجمع والله ونعمل اجتماع كده كله والله يا ايمن ونقعد نعمل لها وركن اذا كنا في المسلسلات ما بتاخدش الامور كده لا ده موضوع في المسلسلات وفي الافلام بيتعمل ورش وبيعودوا يكتبوا احنا قعدنا على تربيزة اه 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 كذا دماغ منا راجل واستاذ كبير زي ايمن وشعره واعدة زي منا واعدنا فكرنا وطلعنا افكار واشتغلنا على حاجة والله العظيم نعمل حاجة بس صعب ان ده وكلم منا يلا وطعا نتقابل ونقعد ايمن يعني انطلعني منها بفكرة قد يا رب دوس في العلاشين كبير جد ان شاء الله اذا عدلي انا بقولها دايما وكنت لسه حتى بقولها الكابتن شوبير بقوله انا جندي في الاهلي كده يوم الاهلي يحتاج مني اي حاجة انا بابي مفتوح وموجود في اي لحظة عمل اي حاجة الااهلي ربنا خليكم للأهلي ويخلي الأهلي مصدر فخرنا كلنا يا رب شكرا جزيلا لشعر الكبير الموهوب بالحقيقة اللي أسعد كل الأهلواء بالكلمات الغالية جدا للأهل القمة اسمع لمسامة كلمات ما يقولهاش اللي حد حسيسها قوي وأعتقد كلكم عارفين أي من بهجة أمر على السوشيال ميديا قد إيه شاير قلمه زي السير بيخوفني ساعات